معلومة جديدة تتكشف بشأن شخصية محمود موسوي مجد الذي قضت محكمة إيرانية بإعدامه بتهمة رصد تحركات قسم سليماني وتسليمها للمخابرات الأمريكية المعلومات الجديدة كشفت عنها وكالة هران الحقوقية التابعة لمجموعة من الناشطين الإيرانيين وتشير إلى أن محمود موسوي مجد معتقل حالياً في سجن إيفين الشهير بإيران المعلومات تشير أيضاً إلى أن حزب الله ومن اعتقل موسوي في بيروت عام 2018 حيث كان يدرس في الجامعة الأمريكية وقتها مصدر مقرب من عائلة محمود موسوي أكد لوكالة هرانا أنه تعرض لترهيب وملاحقات من استخبارات الحرس الثوري وأنه كان مسجوناً في إيران وقت القضاء على قسم سليماني في بغداد في سياق متصل نشر حساب على تويتر تسجيلاً صوتياً منسوباً لمحمود موسوي يطالب فيه بمحاكمة عادلة وبحضور وسائل إعلام صاحب الحساب ادعى أنه من أقارب الموسوي وأضاف أن التسجيل الصوتي وصله من السجن ويؤكد فيه موسوي تعرضه للاعتقال منذ العاشر من سبتمبر عام 2018 فكيف يدل على مكان سليماني من سجنه؟ يحدث هذا فيما أشارت معلومات أخرى إلى أن ملابسات اتهام محمود موسوي مجد بالوشاية بقاسم سليماني شبيهة بقضية اغتيال علماء نوويين إيرانيين عام 2012 واعتقال مئات الأشخاص بتهمة الاغتيال أحد المفرج عنهم لاحقاً واسمه مزيار إبراهيمي كشف لقناة بي بي سي فارسي أنه تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف بتنفيذ الاغتيالات مقابل نجاته من الإعدام